اضراب كامل عن العمل لمدة ثلاثة ايام حتى الحصول على حماية امنية من عمليات السطو المسلحة التي تتكرر بين الفينة والاخرى في عدن هذا معلنته البنوك المتواجدة في العاصمة المؤقتة بعد عملية سطو على فرع البنك الاهلي بالمنصورة لم تعرف هوية مرتكبيها حتى الان العملية التي استيقظت عليها البحافظة في وقت باكر نفذتها عصابة مكونة من عشرة مسلحين يرتدون زيا عسكريا شبيها بالزي الرسمي لقوات مكافحة الارهاب اودت بمقتل مدير فرع البنك اضافة الى اصابة عدد من حراسته المشاهد التي اظهرتها كاميرات المراقبة عن العملية بدت شبيهة بعمليات السطو في افلام مطاردة فعلى الرغم من توثيق جزء كبير من احداث العملية الا ان اي جديد فيما يخص الواقع وهوية المرتكبين لم تظهر وهذا ما اكده رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي محمد حلبوب الذي نفى ان يكون هناك مشتبهون مقبوض عليهم في القضية كما تم تداوله خلال الايام الماضية من قبل وسائل اعلامية البنوك ومحال الصرفة التي اعلنت اغلاق جميع فروعها وتعاملاتها في العاصمة المؤقتة نتيجة سخطها من الاداء الامني طالبت ايضا بضرورة توفير الحماية لفروع البنوك العاملة في جميع مديريات عدن وهو الامر الذي قد يترتب عليه تضررا في التعاملات النقدية اذا ما استمر الوضع كما هو عليه تزداد المطالبات وتتسع دائرة التساؤلات حول كيفية حماية المنشآت والمؤسسات الحيوية في العاصمة المؤقتة عدن وبين انفلات امني وسخط مجتمعي ما يزال الخوف من القادم سيد الموقف